أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدنا يشارك المنتخب الفلسطيني للتجميل في بطولة كأس العالم للتجميل بفرنسا بعد عيد الأضحاء المبارك وكان المنتخب قد شارك في هذه البطولة في كوريا الجنوبية العام الماضي وحصل على المركز 11 على مستوى العالم اليوم نتحدث عن تحضيرات المشاركة لهذا العام مع ضيفينا مرحب بيئة سيد أشرف السوداني رئيسي المنتخب الفلسطيني وأيضا خالد شمان ناطق العلامي باسم المنتخب سيد صباحكم سيد صباحك صباح المشاهدين أهلا وسهلا فيكم كيف تحضير العيد وعطول عيده على معسكر وعلى بطولي نعم أكيد أعطيكم ألف عافية بس قبل ما نحكي عن تحضيرات لهذه البطولة نعطي المشاهدين فكرة عن بطولة كأس العالم للتجميل يمكن بعض الناس ممكن تسمع فيها لأول مرة فهي من متى مبلشها هي بطولة كأس العالم للتجميل الاتحاد الأمسي هو مؤسس من 1948 حاضرة في كافة الدول في العالم بالإضافة إلى الشرق الأوسط والدول العربية ممكن كان في السابق بشكل فردي ناس من المكمين في أوروبا يشارك في بطولة كأس العالم ولكن بشكل رسمي كتمثيل دولي كمنتخب رسمي لأي دولة من الشرق الأوسط ما كان موجود كان إحنا فلسطين حضرت بمنتخب رسمي كتمثيل لدولة فلسطين لأول دولة في الشرق الأوسط تحضر في بطولة كأس العالم في الاتحاد بعد مشاركة فلسطين بشكل فردي في عام 2014 في ألمانيا مع الكوفير الأخرائد عودي فجاءت الفكرة في تشكيل جسم لأبناء المهنة في فلسطين ليقع على عاتكها عدة مسئوليات من ضمنها لتطوير المهنة للزملاء المهنة في فلسطين لجذب كل ما هو جديد في العالم لبعث أعمال التجميل في فلسطين من خلال أبناء المهنة على الصعيد السيدات والرجالي ببعثها بثوبها الفلسطيني بكفيتها الفلسطينية بفنها بالعروس الفلسطيني الحقيقي نجسدها على مسارح العالم بالإضافة أنه كان على عاتك الناس أصحاب الفكرة في إنشاء الجسم المنتخب الفلسطيني للتجميل بأن نذهب إلى المؤسسات الدولية لنكون جزء من المشاركة السياسية للقضية الفلسطينية لنبعث للمؤسسات في العالم نكون حاضرين برسالتنا الوطنية لنقل الصورة لمعاناة شعبنا الفلسطيني من خلال مؤسساتنا ومن خلال قطاعنا لنبعث في رسالة للشخص التي كانت تمثل أو تعطي الحق لنفسها أن تمثل الشركة الأوسط من الإسرائيليين أن نذهب نحن كفلسطينيين بحضرتنا وبتراثنا وبكفيتنا أن نكون هناك الدولة الفلسطينية المسلوبة منذ سبعين عام بأن نقبل رسالنا لكل عام يعني الاستعداد المنافسة هذا العام خاصة بعد ما حصلنا على المركز الحادي عشر على مستوى العالم والسادس على مستوى قارة آسيا هذا بيخلي في مسؤولية أكبر خالد أدش يعني هاي المسؤولية بتنعكس على موضوع التحضير للكوادر والطاقة والمنتخب اللي هو رح يكون متواجد في فرنسا طبعا إحنا بعد ما هتفضل أقول أشرف يعني أغضى فكر على الموضوع المنتخب المنتخب الفلسطيني هذه المشاركة الثالثة بعد 2014 في ألمانيا بشكل فردي وبشكل جماعي كمنتخب في كوريا وإن شاء الله في الشهر القادم يعني هتكون في فرنسا طبعا المسؤولية كتير كبيرة لعدد أسباب السبب الأول أنه فلسطين تمثل العالم العربي وشارك الأوسط في هذا المنديل بشكل رسمي وهذه مسؤولية كتير كبيرة عبر بوابة المنتخب الفلسطيني السبب الثاني أنه الكوفير الفلسطيني يتجه نحو العالمية بشكل مهني بشكل إداري وبشكل تنافسي وهذا أهم شيء المكسب الثالث الذي هو رفع كفاءة المنتخب الفلسطيني من خلال أعضائه على المستوى التدريبي وعلى مستوى الكوانين والإدارة التي لها علاقة بمشاركة المنتخبات وهذا ينعكس إيجابيا على المنتخبات الأخرى في الوطن العربي لاحقا من بوابة المنتخب الفلسطيني والأهم من ذلك كله هو المنتخب الفلسطيني أصبح مؤسسة رسمية الجسم مرخص ومعتمد محليا ودوليا وهذه المسؤولية كبيرة وإحنا كأعضاء منتخب فلسطيني نتمنى أن نكون على قدر هذه المسؤولية في تمثيل فلسطين والعرب ورفع مستوى التجميل في الوطن العربي على الخارطة الدولية من خلال الأمور البابرول نيحة الرئاسة المنتخب بمتمثلة بالأخ أشرب وحكم الدولي الرائد عودة والمؤسسات الفلسطينية الدائمة لهذا المنتخب أستاذ أشرف تحدثت عن كون فلسطين هي الدولة الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط المشاركة في هذه البطولة لماذا فلسطين فقط؟ ما الذي أهلها؟ ما هي الأسباب التي دعت بكثير ربما من الدول المتقدمة في هذا المجال بأن تغيب عن هذه البطولة؟ هي حقيقة الدول الشرق الأوسط أكيد كان هناك محاولات من أبناء مهنة في الوطن العربي للذهاب لبطولة كأس العالم أو للحصول على عضوية الأومسي ولكن هذه ضمن معيير وضمن شروط تنطبك على توفير الشروط الأومسي التي نستطيع أن نصل لبطولة كأس العالم كانت فلسطين فردت أنه هي الدولة التي قدرت تتوفر كافة الشروط على المستوى الإداري وعلى المستوى المهني أيضا لأنه كمنتخب نذهب في منتخب لبطولة كأس العالم في هناك معايير في هناك شروط يجب على توفيرها في أعضاء المشاركين في تسجيلاتنا الرسمية للأومسي فكان هذا داعم إلنا أساسي بدعم من المؤسسات الرسمية والمؤسسات الأهلية والشركات على مدار سنتين كان من أبرزها من الناس اللي داعمين على المستوى الشركات الأخ دكتور فاروق الشامي شركة تشيل اللي دعمت للمرة الثانية للمنتخب الفلسطيني وهذا عزز كثير من دعم المنتخب أنه يذهب بكوة لكأس العالم أيضا من المؤسسات الرسمية كوزارة العمل تمدت المنتخب الفلسطيني كممثل رسمي لقطاع التجميل محليا وعالميا أيضا المجلس على الشباب والرياض من المؤسسات الداعمة للمنتخب الفلسطيني المرة الثانية ووزارة الثقافي وأيضا صفراتنا الفلسطينية هذا عزز صمودنا إحنا كمنتخب فلسطيني أن نذهب بكل كوة على بطولة كأس العالم مدعومين بمؤسسات رسمية بأبناء المهنة بمؤسسات غير رسمية بمؤسسات علامية من أولى المؤسسات الفلسطينية التي دوما استضافتنا في كافة مراحل تطويرنا وهذا يعني أن نقول لكم كل الاحترام باستضافتكم للمرة الثالثة في استضافات الفلسطينية فهذا يبعث بكوة بعزم أن نكون موجودين كتمثيل لدولة فلسطين على هذا المسرح لنبعث بكافة رسائلنا للكضية الفلسطينية وتجسيد دولة فلسطين في المؤسسات الدولية نعم وكيدا هذا شيء يشرفنا ويساعدنا دائما أن نشوف فلسطين متقدمة وفي المحافر الدولية على كل المستويات نشاهد بجموعة من الصور خالد هذا هو المنتخب المفروض هو كمان راح يتوجه من الشباب ومن الصبايا العاملين في هذا القطع خالد حدثنا عن المعايير اللي بتم عليها يعني الاختيار وأيضا في المسابقة هناك يعني ما هي الخطوات التي يجب أن يجتازها المنتخب للفوز باللقب أو التقدم يعني على الأقل مترك الأقشرة في أكيلك لأنه هو مطلع على الكوانين أكتر يعني هو حقيقة المعايير للمشاركين إحنا منخضع بداية العضوية للمنتخب الفلسطيني للتجميل هي مفتوحة لكل أبناء المهنة لأول مؤسسة لقطاع التجميل هي بدون جغرافيا وبدون حدود وبدون جنسيات لكل ما هو فلسطيني بعيد عن منطقة سكناء وبعيد عن جنسيته حتى كافة الفلسطينيين في الخارج وكان بالأساس من أكثر المؤسسات الفلسطينية في الخارج الدعمين للمنتخب الفلسطيني كان مركز الفلسطيني في نيوجيرزي ممثل بالأخرائد عودي وهذا كان من الأشياء التي نجد بكافة أبناء المهنة من فلسطين لكل ما هو فلسطيني تنطبق معايير للمشاركين ضمن معسكرات تدريب ضمن جذب مدربين دوليين لخوضهم تدريبات على ضمن معايير دولية للأومسي في تحديد الستايل في تحديد الألوان في تحديد الأشياء الخاصة في الستايل اللي إحنا ممكن نختاره إحنا كمنتخب فلسطيني كل دولة هي بتختار الستايل حسب اللي بحدودوا الأومسي من مجموعة مسابقات بحددوها إحنا منختار المسابقة ومنجري التدريب عليها كل شخص من أبناء المهنة بيخضع لمعسكر وتدريب عليها ضمن مدربين دوليين من يشتاز هاي المعايير ومن يشتاز هذا التدريب يكون جزء من المنتخب الفلسطيني اللي هم مشكل من أغلب المحافظات في الوطن بالإضافة لذلك كم عندهم تقريبا؟ إحنا بدأنا فلسطين بدأت بشخص في 2014 حاليا إحنا ذهبين ب14 شخص مشارك إن شاء الله بالإضافة لذلك المعايير اللي إحنا بتأهننا للفوز في بطولة كأس العالم من ضمنها أهم شيء أنه الكفاءة العالية في أبناء المهنة والكفاءة العالية الموجودة في المنتخب الفلسطيني على صعيد السيدات وصعيد الرجالي اللي اجتازوا كافة المعايير الدولية بأثناء معسكراتهم وهذا هو الأساس في الدعم ثاني المعايير أنه يكون فيه هناك الترتيب الإداري من خلال المؤسسات الأومسي بأن تكون فلسطين تتوجه باختيار المسابقة وباختيار الشيء اللي إحنا ممكن نتنافس عليه لأنه مجموعة أشياء كثيرة إحنا نتنافس عليه فهي بترجع للإخوان معاي في الإدارة إنه نختار الشيء الأنسب اللي ممكن نقدر نحصل عليه بعلامات المنتخب الفلسطيني كل الرجالي على ستايل واحد كل السيدات على ستايل واحد طبعاً رح يكون مشاركة جماعية تحصل الفلسطين على علامة من كافة المجموعة أيضاً نوعية المدربين والمشرفين على التدريب في بطولة كأس العالم برضو من إحدى المكونات اللي بتأهلنا إنه إحنا ممكن نقدر نحصل على مراتب أولى للمسابقة بالإضافة إنه التجربة للمنتخب الفلسطيني اللي دخلت في كوريا حالياً رايحين هنا على فرنسا بتجربة سابقة بعزيمة قوية بمستويات مهنية عالية بعدة أمور للمنتخب الفلسطيني اللي قدرنا إحنا نوفرها إنه إحنا نكون جاهزين مع سبعين دولة على طريقة عمل الأوروبيين بتسريحاتهم بألوانهم الموجودة في أوروبا نحن نرجع نحكي عن كل هذه التفاصيل خاصة لما نحكي عن بطولة على مستوى العالم ومنحكي عن ثقافات مختلفة ومنحكي عن تطور على هذا المجال تطور مستمر وكل يوم عم نشوف شيء جديد سيد خالد حدثنا أكثر إن كان هناك أي عقبات يعني لوجستية ربما يعني سواء من قبل الاحتلال أو غيره في طبعا أذهب إلى هذا البطولة هي صراحة يعني كانت في هناك عقبات في البطولة العالم في كوريا العقبات كان لها يعني شكين شكل أول كانت عقبة مادية وتتبيط عضوية فلسطين بشكل رسمي أكتر لمدة ثلاث سنوات لاحقا من أجل أن نكون في هناك أريحية في عملية التحضير البطولة كوريا وبطولة فرنسا والبطول القادمة إن شاء الله في إيطاليا وبعد ذلك في كل دول أوروبا من ضمن العقبات اللي كانت واجهناها هو الدعم الدعم الإعلامي بالدرجة الأولى ما كان فيه دعم إعلامي من المؤسسات الفلسطينية يعني على غرار السنة هاي فيه دعم إعلامي فيه توجه للمؤسسات والإعلام نحو المتخب الفلسطيني نظر النتيجة الحقاكة في كوريا الدعم المادي زي ما حكيت لك كان فيه صعوبة بس حاليا صار أفضل صار فيه هناك دعم من وزارة التقافي صار فيه دعم من مجلسة الشباب الرياضة من السيد فاروق الشامي بشكل أكبر بلشت العالم تنتبه والناس والمؤسسات للمنتخب الفلسطيني بشكل أكبر من ضمن العقبات الثانية كان هناك عقبات لها علاقة بالمؤسكرات التدريبية بس الحمد لله رب العالمين إدارة المنتخب استطاعت أنها تستطيع مدربين عالميين على مدار سنتين السنة الماضية وهذه السنة واستطاعوا تدليل كل العقبات اللي لها علاقة بالشأن الإداري عم مستوى المشاركة وبالشأن المهني عم مستوى رفع كفاءة المنتخب رغم أنه المنتخب صار زي ما حكى أخونا أشرب 13 عضو يعني منتخب يعني 13 عضو يحملون نفس الكفاءة نفس روح الفريق نفس روح التنافسية هناك يعني كله إجماع على رفع اسم فلسطين في هذا المحفل الدولي والكاري وإن شاء الله أنه إحنا ما بنواجه أي عقوبات رغم تعقد المنافسة وكوة المنافسة لأن هناك دول لها يعني أكتر من 15 و 17 سنة بتشارك في هذه البطولة إحنا طبعا السنة الثانية على التوليق فريق طبعا السنة الكادر عم السوى فردي إحنا منتأمل أن نكون إن شاء الله ضمن الخمس مراكز الأولى إن شاء الله نتحدث أكتر عن هذه المعسكرات المعسكر هو رح يكون بعد العيد الأضحى رح يتلقى في المنتخب التدريب كيف يكون الإطلاع كمان على كل ما هو جديد يعني من أجر أنه حتى لما نكون في المنافسة نكون عارفين يعني شو الأشياء اللي إحنا يعني ذاهبين إلها إحنا سنذهب إن شاء الله في 12 أيلول القادم بمجموعة من 20 شخص من المدربين وإداريين ومشاركين وداعمين للمنتخب على فرنسا سيبدأ معسكر تدريبي من 13 أيلول لغاية 16 لمدة ثلاث أيام رح يكون في اليوم ما يقرب حوالي 12 ساعة تدريب سنلتقي من خلال الفرق الموجودة أو المنتخبات الموجودة زي البرتاريكو زي البرازيل زي مجموعة من الناس اللي سيكون موجودين في المنطقة اللي إحنا رح ننزل إن شاء الله فيها هذا بعزز كدش الكدرات المهنية اللي موجودة عند أبناء شعبنا الفلسطيني بالإضافة إلى بعثها لهاي العالم والاستفادة من خبرات المنتخبات والأفركة الثانية المشاركة طبعا بإشراف مدربين سيكون مدرب المنتخب البرتاريكي والإسباني والأمريكي على معسكر التدريب في فرنسا وهذا ما جاء بشكل سهل وسلس بعد تقديم إسرائيل لعضويتها لتمثيل الشركة الأوسط أيضا فلسطين ذهبي في تقديم عضويتها لتمثيل الشركة الأوسط بشكل رسمي في الاتحاد الأمسي بعيد عن الصعوبات اللي قدرنا إحنا نشتازها لمعسكر التدريبي الموجود في رمالله كان على مدار سنتين اللي لأفراد المنتخب والعضاء المنتخب المشاركين من الخليل ومن بيت لحم ومن الكدس ومن المناطق مختلفة اللي كان عراكيل كثيرة رغم أنه جاوزناها من خلال الصعوبات على الطرق من خلال الحواجز من خلال منعهم حتى من خلال عراكيلهم في الصفر لأحدى أفراد المنتخب الفلسطيني فكان كثير الاحتلال اللي سموا موجود في كل شيء يخص الفلسطيني في كل بقعة يخص الفلسطيني موجود فكانت من أكثر الأشياء اللي نواجهها خاصة في معنى خمسة من أعضاء المنتخب الفلسطيني من الكدس ومن داخل الكدس وكنا إحنا معنيين أنه يكون صورة الكدس تجسد في المنتخب الفلسطيني سنذهب إلى فرنسا بمجسم الأقصى وبالثوب الفلسطيني وبالكفوية الفلسطينية رد على الثوب التي لبست ليس لها حق الوزير الإسرائيلي في مهرجة إن كان فنحن الفلسطينيين هذا تراثنا وهذه حضرتنا وسنبعث إن شاء الله برسالتنا أكيد إحنا لازم نكون دائما في مواجهة كل محاولات الصرقة الإسرائيلية التي تطال كل شيء يعني الأثار والتراث والغناء الفلسطيني خالد يعني من العام الماضي من المشاركة الماضية في كوريا الجنوبية وحتى هذا العام هذه البطولة ما الذي تعلمناه يعني أكيد أول مشاركة كانت السنة الماضية وهي مشاركة تانية وكل مرة أكيد كل سنة الواحد بتعلم إشي جدير فشو الأشياء التي تعلمناها وشو الأشياء التي نحاول نتجنبها من الأخطاء ربما للأسابقة طبعا مشاركة المنتخبة الفلسطينية في كوريا كانت مشاركة مفصلية احنا تعلمنا منها الوقوف لأول مرة على مسرح عالمي وكارري هذا المسرح طبعا بتعرفي يعني هي بيكون فيه إلو رحبة لأنه المنتخبة الفلسطيني لما كان مشاركة على المسرح كان فيه هناك أربعمائة مشترك في نفس اللحظة بيشاركوا طبعا عدد المشتركين بشكل عام في المسابقة بتعدى الألف والألفين في بعض المسارح اللي إلها علاقة في أوروبا لأن الوسوء إلى أوروبا بيكون أفضل من الوسوء إلى كوريا فإحنا يعني إن شاء الله رح تكون منافسة جريسة جدا في فرنسا وإحنا طبعا محضرين حلنا وجهزين الموضوع الأشياء الثانية اللي إحنا تعلمناها هي كيفية إدارة المسابقة على المسرح وهذا الإشي ساعدنا فيه كتير الحكم الدولي رائد العود لأنه مطلع بشكل يعتبر خبير يعني في هذه المسابقة كونه يعني أجلاز أربع مستويات عالية جدا من أجل أن يكون حكم رسمي ودولي كأول حكم عربي موجود في هذه المسابقة وإحنا طبعا فصورين في هذا الشيء في لجنة تحكيم يعني هناك لجنة تحكيم صحيح 160 حكم دولي فلسطين إلها حكم دولي الوحيد عربيا هو من أعضاء المنتخب الفلسطين من المؤسسين المنتخب الفلسطين الإخلاق دهودي نعم أكيد وجهر كله تحية أهى الله يسر وتعلمنا أيضا يعني كيفية استكتاب نوعية المدرب الذي يرفع كفاءة المنتخب الفلسطيني حسب تطور المنتخب في المرحلة هاي وهذا الإشي كمان ساعدون فيه الإدارة كتير أنا عن جد بوجه شكر كتير للإدارة الموجودة في المنتخب إدارة حكيمة إدارة خبيرة إدارة قادرة على تدليل كل العقبات والصعوبات التي تواجهت المنتخب الفلسطيني في هذا الموضوع وأنا كمان يعني اسمحيلي من خلال هذا المبار أوجه دعوة لكل كفير فلسطين جدت في نفس الكفاءة في رفع شأن المنتخب سواء محليا أو عالميا أن يتوجه ويقدم أضويته في هذا المنتخب العضوية مفتوحة أمام الجميع وليست مغلقة باستطاعة كل شخص يستوفي كافة الشروط أن يكون أضوى في المنتخب ويكون موجود معنا أي فلسطيني في العالم سواء في الشطاة أو في الداخل نعم الحقيقة إحنا شفنا الكفاءة الفلسطينية وخالد أنت كمان أيضا بتتواصل كمان وبتصفف الشعر لكتبنا النجوم العرب ونجوم الفلسطينيين اللي هم بثقوا بالكادر الفلسطيني وبثقوا بالكفاءة الفلسطينية لكن مش بس التواجه للمنتخب هو اللي خلّها الكفاءة أكيد يعني من خلال تواصل النقابة مع قطاع التجميل هل كان هناك تدريبات متابعة إشراف ربما على تطوير هذه المهنة على المستوين طبعا الرجالي واسطاتي أكيد هي حككة بدأت هي من النقابة في تشكيل المنتخب كانت نقابة رمالله هي من بدأت بتجميع كل المطلوب من احتياجات الأو أم سي ومطلبات الأو أم سي للتسجيل عضوية فلسطين فكانت نقابة رمالله من ضمن هيئاتها العامة هيئاتها الإدارية من ضمن ليجانها هي اللي بعثت للأو أم سي وتم اعتماد دولة فلسطين من خلالها وفتحت أبوابها نقابة رمالله لمعسكرات منتخب الفلسطين للتجميل واستضافة المدربين أيضا هذا جاء من خلال الورش العمل والبرامج المعدة مسبقا أصلا في نقابة أصحاب الصنات في رمالله للتواصل مع كافة أبناء المهنة ليست في رمالله وإنما في كافة المناطق الفلسطينية حتى بغزة وبالـ 48 وبالضفة وبكافة التواجد الفلسطيني في الداخل من خلال المهرجانات من خلال الأيام الدراسية الورش العمل من خلال الورش التوعوي في داخل المقر النقابة فكانت أبرزت من خلالها كأول مؤسسة فلسطينية تسعى لتسجيل دولة فلسطين في قطاع التجميل على المحفل في المؤسسات الدولية ونكون موجودين على المسرح الدولي بالإضافة أنه استقطبنا من النقابات الأخرى ومن المؤسسات الأخرى بأن تكون لكل ما هو مثل ما تفضل أخي خالد لكل ما هو فلسطيني يجد الكدرة في ذاته أن يكون موجود مع المنتخب الفلسطيني في كافة المحفل ليس فقط الأومسي ولكن المنتخب الفلسطيني كان موجود في منتقى أمبعات سويس في المغرب كان موجود في لبنان كان موجود في أكثر من منطقة عربية اللي إحنا ذهبنا وذهب الخبرة اللي استفدناها من الأوروبيين وبعتنا فيها لأبناء الوطن العربي نعم إحنا سعداء جداً بهذا التطور هذا التقدم نركم كل توفيق إن شاء الله وكمان نأمل أن نستضيفكم في العام المقبل في بطولة جديدة على إيطاليا إن شاء الله إن شاء الله موفقين دائماً رفعين رأس فلسطين أهلاً سهلاً فيكم شكراً إليك وشكراً لكم على الصدافية مشهدياً ننتقل إلى فاصل قصير وأكد نكملين معكم